السلام عليكم متتبعات وغاليات قناة ياسمين للخياطة والتفصيل نتمنى هذا الفيديو يلقاكم كامل بألف خير وصحة وافية الموديل اللي راح نفصله ونخيطه معكم اليوم موديل دارج ندار حدف المواقع تحت واصل اجتماعي هذا الموديل حبيت اني نشرح لكم لبنات خاصة المبتدئات خطوة بخطوة كما راح نشوفه ما فيش كامل سرعة عندي مترتين من هذا الفيسكوز تقدروا تستعملوا رافي برانيجي روعة في هذا الموديل وبالنسبة للدنتيل اللي بنات نحتاج هذا ليجي مهوش الى السيكيف فقط نصف متر كي تحب تخدم الموديل اللي يكون فيه الدنتيل فقط من جهة الصدر اما اللي بنات كيتحبوا تزيدوا حتى للمراوح والليمانش فرح تحتاجوا ثنين متر من الدنتيل هنا عندكم حرية الاختيار لمهتمة بهذا الموديل تبع راح نحط لكم كامل القياسات سواء لطاي كتكون كبيرة ولا صغيرة ولا لطاي المتوسطة نروحوا مباشرة طريقة التفصيل اول خطوة كما عودكم دايما نطوي القماش من جهة الطول ونبدأ نحي اولا حق لماش هنا نحي تقيمة 30 سنتيمتر راح تكفيني تماما والجزء المتبقي راح نعود نطويه من جهة العرض كي نقولكم من جهة العرض البنات يعني لالي زيار راح تلقوها على الجهة العلوية لحظوا معي طويت القماش من جهة العرض على اربعة وكأني راح نفصل في صالة دروات مباشرة من هذه الجهة المغلقة والجهة المقابلة هي الجهة المفتوحة احنا نجيب شارعة المتري ونعطيكم القياسات هنا دخلت القيمة 18 سنتيمتر اولا اللبنات هاللطاي راي كبيرة طاي سيكون دو احنا هذي درت 18 سنتيمتر ننزل بنفس القيمة اللي هي 18 سنتيمتر ذوك نعطيكم كامل القياسات اللبنات سواء اللطاي كبيرة ولا صغيرة لعندها اللطاي تحها كبيرة تستعمل هذه القياسات وما تخافش نيائيا هذا الموديل يجي التحفة في اللي بستعوه نتمنى كامل تتوفقه فيه مباشرة نحن ننزل خط الخسر بقيمة 17 سنتيمتر طبعا هذي القيمة راي تتبدل نعين خط الخسر منه راح نعين لبانس مولات هذي الموديل راي بصحتها ما شاء الله إليها على هذي درتلها 18 ونزلت بقيمة 18 سنتيمتر لاحظوا معيان من نقطة الخسر نخرج مباشرة لآخر الموديل طبعا ما تنسوش ترتفعه بقيمة 3 أو 4 سنتيمتر هذا هو الموديل لبنات من أسهل ما يكون دخلت من هنا بـ 18 سنتيمتر ومن جهة الوسط فقط لجهة الأمامية ما تنسوش تنزل بقيمة 5 سنتيمتر اللي هي راقبة الأمامية أما الرقبة الخلفية فاخليوها كارئة ديجيتا طبعا لبنات هذي القياسات خاصين كما قلت لكم بطاي كبيرة حوالي 50 أو 52 كي تكون طاي عادي يعني متوسطة تدخله بقيمة حوالي 15 سنتيمتر وهذا كل ما يلان ينزل فيه بـ 18 سنتيمتر تنزلوا فيه بقيمة 16 سنتيمتر أما كي تكون مولات القندورة ضعيفة خلاص فرح تدخلوا بحوالي 13 سنتيمتر ولا أيضا تقدروا لبنات أنكم ترسموا الباطرون تعكم عادي جدا يعني تقدروا عرض الكتفين وترسموا حردة الإبت فقط تنزلوا بقيمة 10 سنتيمتر وتقصوا القماش من بعد 10 سنتيمتر يعني تنزلوا بقيمة 10 سنتيمتر وتكملوا لقيت هذي القياسات تعكم عادي جدا هنا راني ناين معاكم في البنس ادخلت بـ 10 سنتيمتر طلعت بقيمة 8 سنتيمتر ونزلت بقيمة 12 سنتيمتر يبقى لي فقط القطعة اللي تكون في الكتفين نحن نهزل قياس معاكم ما هذا اللي يشيت ولا هذا اللي يبقى لي من القندورة العرطحة رح ندير فيها حوالي 10 سنتيمتر والطول تقريبا هناك نطويها نلقاها 5 سنتيمتر أما بالنسبة للطول فرح ندي قيمة 30 سنتيمتر بالزيادة من بعد رح ننقص طبعا من هذا قيمة 30 سنتيمتر لاحظوا معايا هذا ما القطعة اللي تحصلت عليهم من بعد نطويهم على 2 بهذا الشكل ونخيتهم وجزءة الخياتة رح يكون موالي جهة الكتفين أما بالنسبة للمراوح ركزوا معايا فقط لبنات هذا القطعة اللي فيها 30 سنتيمتر طويتها على 2 بهذا الشكل من بعد نطويها على 4 بهذا الطريقة العرض تقريبا في 15 سنتيمتر والطول نتحصل على قيمة 40 سنتيمتر لأنه هذه المراوح رح تكون فيهم زيادة وتكون فيهم كشكشة هنا بالنسبة للعرض نحتاج قيمة 15 سنتيمتر فقط هذا بالنسبة للمروحة اللي رح تكون شوية عريضة لاحظوا معايا طريقة التفصيل نهز هذا المنتصف لهذا الخطة حردة العبت نحطه على المنش بهذا الطريقة ونرسم معاكم المنش نعطيكم القياسات المضبوطة من هذا الجهة ننزل تقريبا بقيمة 30 سنتيمتر اللي هي جهة الكتفين رح ننحي هذا القطعة جانبا لاحظوا معايا من هذا الجهة جهة الكتفين 30 والعرض تقريبا فيه قيمة 15 سنتيمتر ونعاود نرسم نفس الخط ومن هذا الجهة المقابلة رح ندير فيها قيمة 40 سنتيمتر هذا هو الشكل تقريبا في المراوح قياسات مضبوطة تماما من هذا الجهة 40 سنتيمتر نحدد هذا القيمة ونربط بين النقطة 40 سنتيمتر وهذه النقطة 15 سنتيمتر بهذا الطريقة طريقة سهلة جدا لبنات ركزوا فقط نعاود لكم القياسات عرض المراوح 16 من الجهة الكتفين 30 ومن الجهة المقابلة 40 سنتيمتر هذا هو الشكل تقريبا في المراوح اللي تحصلنا إليهم هنا تقدروا تكتفيوا بهذا المراوح فقط رح نفتحهم لأنهم جايين إلى 2 رح نتحصل على قطعتين نعاود نحطهم باش تفهموا الشكل تحهم ولا تاركة الخياطة ولي تحب البنات أنها تديرهم دوبلي رح نكمل بالقطعة الثانية نفسها من هذه القطعتها 30 سنتيمتر نطويها على اثنين بهذا الشكل نحي فقط هذا الزيادات هنا هذا الشريط رح يفصل لكم كمين ولزوز مراوح ونعاود نطويه إلى أربعة بنفس الخطوات نعاود نفصل الكم الثاني اللي هو رح يكون أقل الول دقت فيه 15 سنتيمتر والثاني رح نأين فيه تقريبا 12 سنتيمتر بهذا الطريقة ونفصله بنفس الطريقة نحطه على الحردة الإبيتو لهذا الخط لاحظوا معي يا لبنات الأول رح يكون نازل شوية بهذا الطريقة والثاني رح يكون فيه تقريبا حوالي عرض 8 سنتيمتر ونفصله بنفس الطريقة نربط بين النقطتين 12 سنتيمتر ونبات في جزء الخياطة تركبوا هذا النهاية المروحة كما بغيتوا بغيتوا تطلعوا شوية ولا تهبطوها عندكم حرية الإختيار نجي هنا لهذا القطعة أنا هنا رح نفضل أني نحطها في الكتفين بهذا الطريقة وكي الموضع الآخر بنفس الطريقة لبنات ولكن رح تكون هنا في هذا الجهة يعني الراقبة رح تكون مفتوحة تماما أنا ما نصحكمش إنكم تحطوها في هذا الجهة حاولوا فقط تطلعوها في هذا المربع مباشرة جزء الخياطة أول حاجة بديت بها هي الخياطة تأنيها يدعى هذا المراوح يعني هذا الجزء المائل تخيطوا خياطة أولى خاصة المبتدئات تفوتوا لها بالحديد ومبعد تقودوا الكفة الثانية لاحظوا معي النتيجة دايما كي تكون عندكم خياطة تكون مائلة ولا تكفوا لجهة السفلية كي تكون إيفازي حاولوا دايما تخيطوا على جهة واحدة ومبعد تقودوا الكفة وهذه القطعتين نعطيكم القيس تاهم بالضبط بعد ما خيطهم العرض 5 سنتيمتر هنا كنت فوت عليهم بالخياطة ومبعد تفوت عليهم الزيكزاج والطول 24 سنتيمتر هذه القياسات مضبوطة تماما لبنات عرض 5 سنتيمتر على طول 24 سنتيمتر يعني من بعد كنت تطويهم تتحصلوا على 12 سنتيمتر تنقصوا 1 سنتيمتر الجهة الأمامية و1 الجهة الخلفية تتحصلوا على 10 سنتيمتر أيضا عندي هذه الشريط للعرض تعقوا حوالي 4 سنتيمتر طويتوا على 2 وخيطوا من بعد قلبته كامل بهذا الشكل الطول يبقى اختياري هذا الشريط رح يكون في المنتصف على الرقبة من بعد رح تشكله به بابيون حاولوا توجدوا هذا القطاع أولا هنا رح نجيب معاكم الرقبة الخلفية رح نبدأ نسفج معاكم طبعاً غنيخية لبانس البنات على الجهة الأمامية هذه جهة الأمامية بعد ما نزلت قيمة 5 سنتيمتر جهة الأمامية حاولوا ما تنسوش البنات ما تخليوهاش كاري ننزلوا بهذا الميالان 5 سنتيمتر فقط هنا رح نبدأ نسفج معاكم الرقبة الأمامية وفي نفس الوقت تركب هذه الأشريطة كما قلت لكم البنات حاولوا تركبوهم في هذه الجهة ما تركبوهمش على الجهة السفلية ولا على هذا الخطة حردة الإيبت لأنه الموديل أصلاً يكون أريان يعني كي زيزوا تهبطوهم فرح يكون أريان تماماً ما ننصحكمش نهائياً هذه الطريقة الأولى لاحظوا ما يا أنا نفضل أنكم تطلعوهم هنا في جهة الرقبة أحسن لأنه الرقبة كما راكم تلاحظوا ما فيهاش كامل الكتفين يعني أصلاً ستكون أريانا والسقلال مراوح بهذا الطريقة تبعوا معي البنات خطوة بخطوة نفس الشي بنسبة للجهة الثانية جهة الخياطة راح تكون في جهة الكتفين بهذا الطريقة نبدأ أولاً نسفج معاكم مراقبة الأمامية نحط القطعتين بهذا الشكل جهة الخياطة تكون في جهة حردة الإيبت ركزوا البنات ونجيب القطعة تأسفج بهذا الشكل ونفوت على هذا الميال أنت الخمسة سنتيمتر ونخيط عادي جداً من بعد نكرونتي وندور الخياطة كما متأوداً نخدم معاكم لحظوا معايا بعد ما خيطت وكرونتيت ودورت القطعة تأسفج بهذا الشكل راح نعود بالخياطة وأيضاً نجيب جهة الخلفية واللسق جهة الأمامية مع الخلفية عن طريق هذوك الأشريتة العرطة حمتين خمسة سنتيمتر والطول حوالي 24 سنتيمتر من بعد ينقص واحد سنتيمتر من الأمام واحد من الخلف تبقى لي عشرة سنتيمتر أنا راح نسفج الجهة الخلفية بنفس الخطوات كما خدمت معكم الجهة الأمامية لاحظوا معايا البنات النتيجة لتحصلتها لها والطولة هذو القطعتين عشرة سنتيمتر نجيب هنا هذو القطعة تأسفج دنتيل نشوف فقط الوجه الصحيح ونحطه بهذا الشكل حاولوا أنكم تخرجوا دنتيل للجهة حردة الأيبات تركزوا البنات ما تخليه واشي ضيق ولا صغير وندير الفيه للجهة السفلية يعني وكأنه نكسر الدنتيل على الجهة الداخلية بها نتحصل على هذا الفيه نخيط هذاك الفيه ولهذاك المثلث على الجهة الداخلية نركزوا البنات هذه الخطوة مهمة نلاحظوا معايا بعدما خيط نحي هذا الزيادة على الجهة السفلية ونحطي الدنتيل عادي جدا نركزوا البنات حاولوا دايما تخليه الزيادات على جهة اليمين واليسار نرح نفوت بخيطة على الجهة العلوية وخيطة على الجهة السفلية من بعد كنكمن خيطة رح نجيب هذا الشريط نحطه في جهة الوسط تماما ونخيطه على الجهتين بهذه الطريقة نوصل للوسط ونتوقف طبعا الشريط رح نخيطه على الجهتين تقدروا أيضا إنكم تديروا بيه كما تحبوا لاحظوا نتيجة لتحصلت عليها من أروع ما يكون طريقة سهلة ركزوا فقط لبنات حاولت نفوت لكم على كامل الخطوات تبقى لي فقط لمرحلة المراوح وهي آخر مرحلة ما تنسوش دايما إنكم تكرونتوا من جهة الوسط في هذه المرحلة رح تحتاجوا هذه المنطقة لكسيتوها هنا كما قلت لكم لبنات المراوحة للجهة السوفلية ترتفعوا كما تحبوا على قد ما رح ترتفعوا لبنات على قد ما رح تكثروا في الكشكشة تركبوا أولا المروحة الصغيرة من بعد تركبوا فوقها المروحة الكبيرة قالي إني نجمع القندورة لاحظوا معي الموديل في نتيجته نهائية حاولت نحط لكم كامل تفاصيل هذا الموديل تحفى لبنات بسم الله ما شاء الله ليحب أنه يكون موديل مستوار لبنات مستحيل هذا الموديل روائريان كما راكم تلاحظوا الرقبة فيها فقط هذه القيمة على خمسة سنتيمتر ولكن صدقوني في اللبسة والتحفى لتحب تلبس هذا الموديل تخيط هذا الموديل وعينيها مغمضين لأنه روعة في اللبس لاحظوا معي المراوح هنا كما قلت لكم لبنات تقدروا المروحة اللي بالحجم الصغير تبدلوها بالدونتيل يعني يكون الدونتيل في الرقبة مع الدونتيل اللي في الكتفين كما تحبوا هذه الخطوة لهذا المراحل على حساب الطالب تأزابونا أيضا هذا الشارط اللي في الوسط تقدروا تعوضوه بالبيي كما تحبوا نتمنى أنه الموديل تاليوم يكون لإعجابكم حطيت لكم كامل التفاصيل والقياسات نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته